طيب هنا ملخص صفحة رقم 25 وزي ما احنا قلنا الصفحة مش مهمة فيها معلومات عامة إن بس كلها بتتكلم إن كندا ليها تطور اجتماعي بتشترك في الأداب والفنون والموسيقى والأفلام وهكذا بس ده المفروض بتعرفه طيب يعني هنا بيتكلم إن سنة 48 الكنديين من أصول يابانية خدوا حق التصويت في الانتخابات دي بس معلومة ممكن نحتاج نعرفها السكان الأصليين برضو خدوا حق التصويت في الانتخابات سنة 60 واليوم أي حد عنده 18 سنة أو أكثر يستطيع التصويت في الانتخابات طيب كندا كمان لها تاريخ في استقبال اللاجئين فاستقبلت اللي هما الاسكيب دي الناس اللي هي هربت من السوفيت تايروني اللي هو الاستبداد السوفيتي في هنجاريا سنة 56 استقبلت الناس اللي هربوا من فيتنام ور حرب فيتنام سنة 75 طيب وبسنة 60 تلت الكنديين يعني تلت الكنديين كان عندهم أصول ليست فرنسية وليست بريطانية مع الهجرة الجزء ده يعني الجزء ده محتاجين اللي هو البراجراف الأولاني ده اللي هو واحد اثنين تلاتة تلت قطع دول محتاجين بس نقرأهم ونركز فيهم شوية برضو لا نحفظ التوريخ بس قرأ بس إنما هنا بقى بيقولك إن كندا ليها تاريخ كبير في الموسيقى في الكتابة في الأداب بس والفنون الاستعراضية أو الفنون يعني المرئية الفنون المرئية زي الرسم هنا إيميلي كار رسمت رسمة للغابات برضو المجموعة دي اللي هي الأوتوماتيستيس في كيبك كانوا رواد بايونيرز أوف مودرن أبستركت أرت الفن الأبستركت أرت إحنا ممكن نعمل هنا إيه؟ نعلم بس على الكندا يعني الكندا بقى فيها مويزيشنز موسيقيين كتاب رايترز مثلا جروبوف سابن دول اللي هم رسمين أو بينتنجز يعني بينترز برضو مودرن أرت أبستركت كندا برضو عندها مودرن أرت أبستركت فن تجريدي حيستوريكار سكالبتور حيستوريكار فيجرز يعني نحات ليه التماثيل الأسرية فيلمز أفلام بس يعني ممكن ده اللي إحنا ممكن نركز على كده أحسن يعني الأسماء مش مهمة بصراحة لأن الأسماء يعني كتيرة وهطلق مطلع حدش يحفظ كل الأسماء دي ففي الآخر زي ما قلنا هم عشرين سؤال يعني حدش هديجي مش هيداعوا سؤالين في الامتحان على أسماء ناس يعني حتى مش معروفة الكندين ما عرفش الكلام ده فانت تعرف إن الكندا عندها مثلا تقدم أو ديفولوبنت مثلا في الموسيقى في الكتابة في جروبوف سيبين اللي هم رسامين رسم تجريدي نحط سكالبتور أفلام بس وهكذا وده كده نهاية هذه الصفحة كملخص ونكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر